أهلا بكم في واحدة من حلقتنا الممتعة دائماً دائماً النهاردة المعظيف مهم جداً والموضوع مهم جداً بس خلينا أقول لكم إنه برضو في حدث مهم أول في فلسطين الحبيبة أول حالتي ولادة لطفلين من أبوين ولد بتقنية الحال المجاري يعني الله ده حاجة جميلة شوف العلم جميل إزاي الأبوين أساساً اتولدوا بالحال المجاري النهاردة الطفلهم موجود في الحياة خلي بالكم إنه ده معناها إنه إحنا وصلنا بقى لمرحلة الاطمئنان التام إلى إنه الحال المجاري ليس له أي تأثيرات نقدروا عليها ريموت متأخرة التواجد ريموت يعني كلمة في الطب بتخوف الناس جداً الطبيين ريموت كومبليكيشن إيه هي ريموت كومبليكيشن؟ إنه تقنية ما ندرسها على المدى القريب فما نجدش لها أي مضاعفات ولا لها أي مشاكل بس ننتظر على المدى البعيد إيه مشكلة المدى البعيد؟ إنه عامل الزمان هنا مهم قوي إنك بتنتظر إن الناس دول يكبروا ويبقوا أزواج ويخلفوا فنشوف الأولاد بتاعتهم كاملين ما فيهمش أي عيوب خلقية ما فيش أي مشكلة خالص على المستوى الجيني على المستوى الكرموزومي كل الأمور منطبطة يبقى إحنا كده ضمننا إنه مفيش مضاعفات جاية على الريموت كومبليكيشن المضاعفات على المدى البعيد الناس اللي في الطب يعني أهل الطب عاربين كواس جدا إنه دراسة المشكلات أو المضاعفات المتطورة على المدى البعيد هي أصعب أنواع الدراسات عايزة زمن ودراسة وعايزة متابعة ونحن نحتفظ بالحالات دي كنكتد معانا ونتواصل معاهم والمسألة قد تاخد 30 سنة و25 سنة من المتابعة فالقصة دي مهمة أوه اللي طبعا طالب الشراونة ده 67 سنة معركة طويلة استمرت تلات عقود في سبيل الإنجاب تمكن سنة 97 من إجراء عملية الحال المنجاري ورزق بتلات توائم وهم محمد طالب الشراونة وشخيقه يحيا وده عام 98 وطبعا جي بعد كده لاتنين رزقوا بأولاد طبيعيين جدا قصة المهمة دي تخلينا أقول إن سبحان الله العلم بيدي حاجة بفضل ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى أعتقد إنه من منحه إنه بيكافئ طالب العلم بيكافئ اللي بيصدق العلم لإنه إحنا في عالم الأسباب وربنا دينا المثال لهذا الأسباب أنا عايز أقول لكم يعني ناس اللي لسه بتفكر بتقولك هو الحق المجاري ده يعني مطابق لإرادة ربنا أكيد مطابق لإرادة ربنا لإن ربنا سبحانه وتعالى خلالة نعتقد إنه إحنا عايشين في حياة الأغذ بالأسباب أكبر مثال كده سيدنا إيشوب عليه السلام لما بتولي لما بدأ يخرج من الابتلاء لما بفكر بقى بعد الصبر إنه يسأل ربنا ربنا سبحانه وتعالى أمره بإنه يضع أركض برجلك هذا مختصن فارد وشراب ما ربنا كان قادر إنه يقول للأمر كون فيكون بس هو بين أيوب عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام ولكل البشرية أنتوا في عالم الأغذ بالأسباب فخدوا بالأسباب ده أمر إلهي وده مهم جدا من ينكر هذا يوم بيخرج خارج النموس الإلهي عكس ما هو معتقد بالعكس ده ما بيمشيش وراء إرادة ربنا اللي بيقولك يا ابني امشي بالأسباب يعني يا عبدي امشي بالأسباب ده كلام ربنا يا عباده النهار ده بقى حوار ده ما تلكم ممتع جدا من عقيمة علمية كبيرة وإسم كبير في عالم الحق الميجالي وعالم الأخصاب المساعد وفي عالم النساء والتوليد وعلاج العقم أكيد عند الزوجين الاسم الكبير في هذا المجال أستاذ الدكتور عادل أبو الحسن الحمل خارج الرحم ده ممكن يودي بحياتي الأم لو لم يكتشف بدلي أو إذا كتشف مؤخرا هبقى فيه نازيف داخلي جامع جدا ولازم تلحق بقى وتجيب نقل دم ونقل بلازم وحاجات زي كبير الحق المجهري هو حمل خارج الرحم حمل خارج الرحم يؤدي يعني حنعمل حق المجهري دورت جدا الحقيقة السمنا بتعمل علاقة وثيقة جدا مع المبايد في حالة تكايش المبايد قصة مسيرة جدا السم يعني زيادة معدل كنت لتدهون في الجسام السم طبعا لها مخاطر جمدة جدا بداية من البحث عن الإنجاب وتأثيرها على السد وتأثيرها على الزوج عمليات التكميم وعمليات الباي بارس لتحويل المسار يجب أن لا يحدث حمل قبل سنة إلى سنتين بعد الزوء مساء زي الجراحات ولازم طبعا بينشوا على فيتامينز فور لايف الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب زميل جماعة كيل للمناظر والجراحات المايكروسكوبية بألمانيا وعضو الجماعية الأمريكية للخصوبة والعقم اسبوع اللي نروحب بضيف العزيز دكتور عادل أبو الحسن الإسم الكبير وطبعا استشاري الحقن المجهري وأطفال النبيب وصحب الدكتور أمراض النساء والتوليد نورتنا وشرفتنا ويعني خطه عزيزة ولو أن خلاص أنت ما بين اسكندريا والقائرة يعني بقيت نص الأسبوع هنا ونص الأسبوع هناك ولا إيه؟ أنا بشكر هذا الجديد يا نكتور أيمن يعني مش نص الأسبوع ولا نص الأسبوع هو يومين في القائرة والباية الزواف الإسكندريا للأصل يعني آه طبعا لكنه حشتونا جدا والله يبقى أن الحياة مودة يعني ده شرف كبيرين يا زيزي نهاردة عندنا الحوار مقسم إلى قسمين مهمين هبدأ الأول به الحق المجهري وأسباب فاشلوس ثم نذهب إلى الحالات تطبقية فالحق المجهري في حاجة مهمة جدا دلوقتي بتواجهنا في أسباب فاشل الحق المجهري سباح أن في كلام متعلق بالمركز مركز الحق المجهري نفسه في عجل متعلقة بالدكتور لكن فيك الأمراض المناعية أو مشاكل جاز المناعي وأمراض الرحم بتحط نفسها في مقدمة المشاكل صح كده؟ ده صح 100% أولاً عشان نقول فشل الحق المجهري هو الحق المجهري فيه هرم له ثلاث أضلع رئيسية بوايدة وحيان منوي وبيطانطة رحم أي سبب يؤدي إلى خلل في هذه المنظومة في البوايدة أو الحيان منوي أو ببيطانطة رحم بيؤدي إلى فشل الحق المجهري أو يؤدي إلى الإجهاض المتكررة بعد الحق المجهري وعدم ثبات الأجنة في تجويف الرحم بعد إجراء العملية فالأسباب كتير جداً فيه أسباب تتعلق بالحيان المنوي سواء كان أسباب تتعلق بالعدد أو بالحركة أو بالتشوهات أو بالDNA المكون الرئيسي في الحيان المنوي أو أسباب تتعلق بالبوايدة سواء كان عضب رضو قليل أو فيه عيب كروموزومية في البوايدات أو يكون فيه تشوهات في شكل البوايدات أو فيه أسباب تتعلق به بطانة الرحم أو تجويف الرحم أو المكان اللي هتزارع في الأجنة زي ضعف بطانة الرحم أو تبقى بطانة الرحم طعيفة جداً أو سمكها مش السمك المطلوب أو شكلها مش شكل المطلوب أو الوظيفة الفيسيولوجية بتاع بطانة الرحم لاستقبال الأجنة مش موجودة دي أهم حاجة في الموضوع فيه أسباب تشريحية زي الحاجز الرحمي أو التشوهات الخلقية في التجويف الرحم أو الحاجز الرحمي أو اللحمية أو الأورام اللي فيها أو الالتساقات دي كلها كل واحدة من دول عايزة حلقات منفصل أسباب المناعية اللي هي ما تبقى خافية شوية عن بعض الناس أو بعض الأطباء يعني مهمة أوف اللي من دول بتاكنا عملت حقنة مجاهية ومن نجحش البوايدة كويسة الأجنة كويسة جدا وعملت مرة ومرتين وتلاتة وما حصلش حمل لازم هنا نفكر على طفل الأسباب المناعية أو الأسباب الكرموزومية وهنا يأتي دور الفحص الوراثي للأجنة أثناء أو بعد إجراء الحقن المجاهي هيقفلين على السبب بالزبط وهالأجنة دي كويسة وده لأ فيها عيوب كرموزومية وده لأ ونقدر ننقل الأجنة السليمة ووراثيا وده لأ بيعزز جدا فرص الحمل بعد إجراء الحقن المجاهي أو الأسباب المناعية زي الأجسام المضادة المرجودة في تجويف الرحم أو يعني نقص في بعض الهرمونات أو نقص في بعض المواد اللي بتفرز السيتوكاينز المرجودة في تجويف الرحم تؤدي إلى مرماس الأجنة جوة تجويف الرحم أسباب المناعية بتمثل دور مهمة جدا جدا بعد استبعاد كل الأسباب الأخرى التشريحية والفيسيولوجية اللي ممكن تؤثر على صبات الأجنة فرحم حابة الأول بالرحم تمام إيه الأشياء اللي قد توجد في الرحم وتعيق تنفيذ الحقن المجاهي بشكل جيد وهل الفريق العمل المتابع للحقن المجاهي بيبقى عنده الدرجة من المتابعة عنده الدرجة من التشخيص إنه يقدر يكتشف يكتشف هذه الأشياء لأنه أنا بستغرب هل إحنا في 2019 داخلين على 2020 في حالات بتعمل حقن المجاهي وتفوت حاجات داخل الرحم اللي أعتقد إنه بيقى واضحة من المتابعين أو من فريق العمل ما يشخصه عشان وبعد إياه سنهارك فريق العمل مهم جدا نفيش حق المجاهي من ريق فريق عمل فيه فريق عمل خاص بأخذ الهيستري من المريض عشان يقول لنا بالزبط تاريخ المرضي هو سنه قد إيه واختيار الحالات لها طوابط محددة بداية لعمل التحليل المطلوبة للأشعات سنوات الأبعاد سنوات الأبعاد واربعات الأبعاد والمنزر الرحمي كل ده بيقوم بيه أو بتحضير ليه جزء من فريق العمل اللي هو بيستقبل الحالة في الأول ثم بعد كده تحديد البرتوكول المناسب لكل سيدة إن كل سيدة تختلف عن الأخرى في البرتوكول المناسب لها ببرتوكول التنشيط يعني فالستة الناس صغيرة لها ببرتوكول مخصوص المتوسطة العمر لهم ببرتوكول مخصوص البوليس بوندر أو الناس اللي هم فوق الـ 38 أو 39 سنة اللي هم برتكول مخصوص ده بيحددوا الاستشاعي اللي هو على رأس فريق العمل يعني بعد كده بيجي بقى الجزء الأهم وهو المعمل المعمل ده موضوع مختلف خالص كل المعامل دلوقتي فيها تقنيات حديثة جدا أو معظم المعامل أو المراكز الكليا المعمل بيقوم بأهم مدور وهو اندقاء البوادات الجيدة وحيوانات المناولة الجيدة بأجهزة حديثة جدا ودلوقتي بقى عندنا المعامل معظمها مجهزة بتقنيات الكابسول أو الهواء النظيف يعني فبيدي نسبة نجاح عالية جدا في حالة الحقن المجهي كمان الحضانات فيه تقدم جامج جدا في موضوع الحضانات اللي موجودة جوا معامل الحقن المجهي زي الحضانات اللي هي الحضانات الزاكية والحضانات التريب الجازة اللي بتقعد اليوم الخامس كل دي بتضيف حاجات جديدة جدا وبتزود النسب نجاح الحقن المجهي بعد كده بيجي دور نقل الأجنة أو إرجاع الأجنة ودي تحتاج إلى مهارة عالية جدا وتحتاج أنه الطبيب الاستشاوي اللي هو رأس فريق العمل هو لازم يقوم بزير خطر فعلا دي أهم خطر في الموضوع ولها أوقات معينة ولها طريقة معينة ولها أساطر معينة ولها تايمينج معين يعني اليوم الثاني أو الثالث أو الخامس أو ممكن تنقل الماريتين دي حاجة جديدة جدا ما نعملها دلوقتي بتعزز فرص النجاح أو بتزيد من فرص النجاح زي ما احنا شايفين ها الفيديو ده ده فيديو رائع جدا عن إزاي بنعمل نقل الأجنة في عامل الحقن المجهي بيكون الانتهاء بيجي بعد كده دور المثبتات أو الأدوية فيه طفرة كبيرة جدا برضو فيه موضوع الاخترار الأدوية اللي هي اللي يتيل فيه السابورتة بتزود جدا من فرص مجاح الحال المجهي فيه حالات الفشل المتكرر للحال المجهي عظيم بقى إذا احنا وقفين قدام إنه برضو هل فيه تشخيص المشاكل أصبح ميسر ما عادش فيه النهاردة حضرتك لك أنا مخدتش بالي الأجهزة كلها متوفرة كل صنع الأبعاد والسلوسة الأبعاد ما عادش فيه كلمة مخدتش بالي دي ما عادش فيه لأ خلاص مش مسموح مش مسموح طب هو قولك طب أنا ما حملتش لي برضو يعني أنا عملت حقن المجهي والدكتور قال لي كل شيء كويس ومرة واتنين ومحصلش حملة هنا يأتي دور فيه شرقين في الحتة دي همان هحمل تاني عمد حقن المجهي تاني فيه هنا احنا بنحاول ندور على الأسباب ونحله الأسباب دي بنشخصها ياما بالمنزار الرحمي ياما بالمنزار البطني ورحمي مع بعض ياما بالسلوسة وبقى الأبعاد ما فيش حاجة بقى فيه جيد دور الإلهي بقى ما هو في الآخر فيه دور الإلهي إرادة ربنا صحنا وتعالى ممكن يعني يعني تيجي الإرادة دي فيه وقت معين في سنة معينة بعد محاولات معينة ممكن تيجي لوحدها لوحدة تحمل بعد كل محاولات دي في وجه نحامل طبيعي جدا وبنشوفها كتير جدا فلازم نبدي فرصة للإرادة الإلهية ونقام بيها نصبر إذا الدكتور كان ثقة إذا معمل كان بشتغل فيه ثقة والمركز ثقة والعيان نتطمن إن الإجراءات تعملت له كلها مزبوطة وبتعمله على كل خطوة بتعمل توجيه وشرح مفصل إحنا بنعمل إيه وفيه كذا وحنصلح كذا وفيه التهافر تنترحم حنعمل منظار وحناخد له علاج أو فيه لحمية أو شلناها لا ده فيه انتفاخ في قناة فالوب قبل حقا لازم نفصلها من الرحمة عشان ما ما تقصرش على الأجنة بعد النقل الأجنة أو لو فيه بتاعتها راحي مهاجئ كل ده الطبيب لازم يكون حطه في اعتباره وواعي ليه جدا ويحضر نفسه كويس ويحضر العينك كويس وما يستعجلش لا هو ولا المريض لو كان عايز أعمل حق المجاري الشهردة مش حاجة اسمها الشهردة في حاجة اسمها تحضير واختيار المريض وعلاج الأسباب اللي ممكن تفشي الحق المجاري أولا ثم بعد كده بقى نتكلم في البرتوكول ونتكلم في الأدوية المستخدمة ونتكلم في التنشيط يكون إزاي وكل حالة لها البرتوكول مخصوص الورم اللي في البوكي مان البوع بوع بتاع الست والبنت تمام وحتى بس في الحال المجاري هو بوع بوع فاشل الحال المجاري بالزبط الورم اللي في جاه عليه كلام كتير جدا جدا بس احنا النهاردة بنتكلم جايد لاينز يعني النهاردة يعني أنصح السيادات اللي ممكن يكون بيسمعها ده الوقت يكتبوا بالورقة والقلم احنا نقول ايه في هذا الموضوع يعني الورم اللي في بيتشخص سهلي جدا حتى بالسنارة سنارة العبعاد ونقدر نعرف مكانه بالزبط وحجمه وممكن يأثر الحق المجاري هو ده لا فالورم اللي في بطريقة بسيطة جدا لو هو صغير جدا حتى سنتي نص سنتي وجوه تجويفة راحا ده لازم يتشاهل خلق يعني ما فيهاش ممكن ده صغير ده لازم يتشاهل هنا في الصورة هنا جوه تجويفة راح عامل مؤثر على التجويف عامل انبعاج في بطنط راحا في تجويفة راحا ما نجوه طب انا يعني هعمل حق المجهان هرجع عجلنا ازاي واضح جدا في الصور هنا الورم اللي في مؤثر على التجويف اكد من الحالات بنبدأ حق المجهاني ونفاجأ او يكون بدأ برع وجات التطمن انه فيه ورم لي فيه في الجدار نفسه ومؤثر على التجويف ونأجل الارجاع ونجمد كل الاجنة وبعد كده نعمل عملية بالمنظر نشيل الورم اللي فيه ونرجع لجنة بعد طالة الشهور بتبقى النتيجة مذهلة كويسة جدا فالورم اللي فيه اذا كان جوه تجويفة راحا ايا كان حجمه لازم تتشال فعضة الرحم نفسها لو اكتر من 5 سنتي لازم تتشال لو اقل من 5 سنتي ومش ضغطة على تجويفة راحا مش لازم لكن لو اقل من 5 سنتي وضغطة على تجويفة راحا سراء كان من فنس من فوق او من الجن دي اللازم تتشاب المنظر الورم اللي فيه اللي في الجدار راحا من برا ايا كان حجمها ومش وصفة تجويفة راحا سيبها وانت من طبع من جيش جنبها خالص فده قصة قصة باختصار وده جاية لائنز وكلها تاعت الورم اللي فيه لان الورم اللي فيه حتى تقولك ايه مش مأثر على تجويفة راحا وحجمه صغير بس لسيتنا بتحملش برضو فيه بقى ريموت افكت اللي حركة تتكلم معي فيه الاول ريموت كومبليكيشن فيه ريموت افكت للورم اللي فيه يعني تأثير متأخر تأثير متأخر ان هو احيانا يبقى صغير وفي عضلة الرحم ومش بقى أسر على التجويف لكن بطلع ويفز بقى أسر راحا حتى اسمها ترانسفورميشن زون ما بين تجويفة بطانة الرحم ولا عضلة نفسها يعمل فيها انقباضات معينة فتطرط للأجنة فلو واحدة عمت حق المجهاي مرتين تهاتي او مناحك احيط شي وفي عضلة مليف حتى لو سغية هنا في الحالة دي يفضل ازالته بالمنظر ده كل ما يتعلق ومناحك دي في باختصار شديد طيب الجهاز الخاص بالمناحة ده كلمة تقلق وخصوصا في الناس اللي بدأوا يتبحروا في المجال الطبي اول ما تقول لهم في مشكلة مناعية عنده وبيخافوا جدا ليس سببين الناس عدا اعتقاد انه لاي خلل في المناعة ملوش علاج وارتباط المشاكل المناعية بالكورتزون بيقلق برضو نتيجة ان ثقافة المصريين ان ست اللي هتاخد كورتزون هيحصلها تغيرات كتيرة مورفولوجية هي ما تحباش ده تدخن وزني زيت شعراه يزيد في وشها ده دافل احلات اللي فيها خلل مناعي عايزين نقف قدام المناعة اولا موضوع المناعة ده موضوع مش مقلق خلص وما يخايفش الناس خلص ليه بقى هو في الآخر هنعمل تحليل كتير جدا وتحليل مكلفة جدا للمناعة هو كسام مضادة وتي اتش وان وتي اتش تو وانتي فوسفوليبتسين برومز يعني تحليل هتخشها في مبلغ ضخم جدا بس في الآخر هو بتشخص بي حاجة تين بي اكسي كلوجين ان ما فيش حاجة تانية تمنع مجاح الحالي المجهري وبالتحليل الغالي اول احنا عملناها دي طب بالتحليل طلعت ان هي فيه هنعمل ايه برضو هنلجأ للكرتزون بس هنا الكرتزون بيتاخد بطريقة فنية جدا وبطريقة تدريجية ولازم يتسحب بتدريج وفيه ادوية اخرى زي اللي هو حقن في الوريد بطريقة معينة او حاجة يسمعها في الوريد برضو زي المحلول اللبن ده بيتحقن انت في الوريد بعد اتجاع الاجمة كلها حاجات بقى لها علىك فيه حاجات تحدث من كده هيدوية أو حاجات جمدة جدا بس أوopf يعني كل الاسباب المناعية بقى لها علىك بس فيه الغالب في الغالب بقى فيها عوامل اخران معاها يعني في الغالب بيبقى فيه اسباب اخرى لها الاسباب المناعية يجب ان احنا اخذ بالنا منها مش هى ما بقاش لوحدها دايما بقى فيها معاهااحشة تانية فالتركيز في الحالة والتركيز في الأسباب وإعطاء الأدوية المزبوطة في التوقيتات المزبوطة بيفرق جدا في الأسباب المناعية هلوح بقى للسؤال اللي بيفرق نفسه بقوة أنه يظن البعض أن الحقن المجهري عاملية آلية فيها تكنولوجيا فالمهارة الطبية فيها بقت محدودة أنه أي حد بدون خبرة يقدر يعمل حقن المجهري لأنه زي ما بيقوله هو ما كان مشغل نفسه بنفسه هو الحقن المجهري بيعتمد أساسا على الخبرة مش أي حد النهاردة هيطلع بيعمل حقن المجهري لأنه فيه تفاصيل كتير جدا وفيه تكنولوجيا عالية جدا ومن أول خطوات وفيه ووركشوبس كتير جدا بتعمل فيه أكتر برانش بتعمل فيه ووركشوبس وتدريبات ومؤتمرات هو الحقن المجهري ليه؟ لأنه برانش معقد فيه تفاصيل كتير جدا وفيه فيسيولوجيا على أعلى مستوى فلازم الواحد يكون دارس كويس جدا أناتومي الصفة التشريحية للجهازة المسؤولة للسيد والراجل ولازم يكون ده فيسيولوجيا كويس جدا وتطبيق الكلام ده على شغله في الحقن المجهري لازم يكون واخد دراسات كتير لازم يكون قمضى وقت كتير جدا في هذه المهنة كمان المعمل لازم يكون على مستوى عالي جدا جدا ولازم فيه فريق عامل زبا حرك قولت المعمل مع دكتور الزكور استشاري الزكور مع استشاري الحقن المجهري هم دول اللي بشكلوا الكور أو النوال لأي مركز ناجح أو أي طبيب ناجح فبالعكس الحقن المجهري أو تقنية التأخ أو علاقة الأخوة الإنجاب بيحتاج تركيز عالي جدا وبيحتاج خبرة عالية جدا جدا والتكنولوجيا فيه جامدة جدا لا تنتهي هل سن الزكين بالفعل يلعب دور مهم للجهازة؟ طبعا هو أهم حاجة سن الزكين يعني كل ما كان سنها زراية كل ما نسبة النجاح اتفعت كل ما كان السن زراية كل ما عندها فرصة بقى عندها عدد أجنة كتير عدد بوادات كتير ممكن ترجع وعندها أجنة زيادة تجمدها تعمل بها مرة واثنين وثلاثة لكن لو سن متأخر بالعكس هيبقى بوادات قليلة جدا الكواليتي بقيتها قليلة مش هتطلع بأجنة كتير كمان استقبال الرحم لهذه الأجنة بيبقى ضعيف وبالتالي النسبة النجاح بتقل مش عشان كمان عدد بوادات أو أجنة قليلة عشان استقبال بطنطة رحم للأجنة بيبقى ضعيف في السن العالي فسن المريض مهم جدا جدا وسن المريض مهم كمان في تجميد البوادات يعني اللي من دول فيه موضوع كبير أرسم تجميد البوادات السيتات يحتفظوا بالبوادات بتاعتهم عشان لو فكروا يأجلوا سن الزواج يبقوا استخداموا البوادات دي دي حاجة مهمة جدا إنه بتحتفظ بالكواليتي بتاعت البوادات وهي سنها صغيرة حتى المريض ترجعها وهي كبير في السن شوية اسمها الاحتفاظ بالخصوبة أول عائزة بالله الناس اللي عندهم بيقدروا لها كانسة أو حدة بيقدروا هم يستخدموها بعد ما يتعالجوا من هذه المواضيع فالسن عامل فيصالي في مجاحة حق المجهال مهمة جدا ناس كتير مش فاهمة قيمة الحيوان المنوي في الحق المجهالي إنه يكون جيد الناس عندها يقولك طب ماشي أنا عارف إن في بوايدة جيدة لكن حيوان المنوي جيد ما هو العلاقة الجنسية بتتم كويس وفي حيوان المنوية من ناحية العدد ومن ناحية الشكل بان كويس ما هو الحق المجهالي أساني يتعامل علشان عشان مشكلة الراجل فالمشكلة دي مش عدد بس ولا حركة بس ولا تشويرات بس فيه كمان الكروموزوم تحيان المنوي دي نيه تحيان المنوي فمهم جدا 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 إن الدكتور يكون ملم بمواصفات حيوان المنوي بالصفة التشريحية بتاعته بالحركة بتاعته إزاي يعني بكل تفاصيل ولأن الحاجة المهمة دي جزء أساس هم هرم طاعة الله 30% حيوان المنوي 30% بوايد 30% طانت رحم دي حاجة مهمة جدا السؤال المهم بقى الحالة النفسية الحالة المزاجية الضغوط العصبية يمكن الناس بدأت تفهم تأثير الحالة النفسية على العلاقة الزوجية على يعني أكيد اللي عندك تقابل اللي عندك تقابل ما بتقديش العلاقة بشكل جيد لكن هل تؤثر الحالة النفسية على العملية تبدو مع عملية زي الحالة المجارية؟ 100% صح يعني الحالة النفسية زي ما بتأثر مزاجيا على العلاقة الزوجية بتأثر في نتيجة الحالة المجارية لما هيجي لحد في اليادة يقول لي أنا مزاجي مش حالو أو نفسيتي مش مزبوطة بقولها أجل العملية أجل العملية أو لازم عندك ثقة في نفسك إن ربنا هيكريمك وهتحمل إن شاء الله دي حاجة مهمة جدا لأنه برضو الحالة المزاجية أو الحالة النفسية بينتج عنها هرمونات معينة أو ريسبتورز المعب تتأثر بيها بتنعكس على الهرمونات بتنعكس على استقبال هذه الهرمونات الريسبتورز بتاعتها اللي بجودة في الراحم في دي حاجة مهمة جدا الحالة المزاجية أو الحالة النفسية بتؤثر تأثير مباشا على نجاح عملية الحقل المجهية وعشان كده بقى في الوقت عندنا حاجة اسمها IVF support IVF support ده اللي هو support الطبي أو فني أو support النفسي والمعنوي وال support المادي لعيانين الحقل المجهية ده تلت أضلع ده حاجة مهمة جدا جدا السؤال المهم بقى إيه الحالة ينبغي يعني إحنا قولها ماينفعكيش حقل المجهية لأنه اللي هيقولها ينفعك حقل المجهية ويجري إيه الحقل المجهية يعتبر جريمة يعتبر تضليل بعد سن معين ماينفعش نعمل حقل المجهية يعني بعد خمسة واربعين سنة مسلا ماينفعش نعمل حقل المجهية أو لو حد مصير يبقى لازم عايف إنه نسبة النجاح لن تتعدى مسلا نص الواحد في المئة أو واحد قطة في المئة على حسب تحليل إيه وتجلهاش وتيجي تقولك أنا عايزة من حقل المجهية وفاجأ إنه الرحم بتاعه توفتوايلي يعني هتمل حقل المجهية إزاي وده كلا أنا عايزة عمل حقل المجهية وراحنا ما عندهاش مباعد فيه كده فيه سندرومز معينة كونجينة الأبليزيا كونجينة الأبليزيا في المباعد تقولك تبعنا عامل حقل المجهية ما ما فيش مباعد أصلا يعني فيه رحم وفيه قنوات فلوب بس ما فيش مباعد هتمل حقل جيوه وضعت منين بدي مينفعش يمحق المجهية واحد ما عندهاش حيات مناوية في التحليل وكمان عمل في الخصية وعمل منزار وفتح وكل حاجة وما فيش تبقل لك يعني فيه بنسمع حاجات غريبة شوية خل المضهر ما ينفعش يمحق المجهية خلاص أو والله بنسمع كله في العيادات يتقاب والله يتكتب ايمن أنا أكل في ناس وكده والله ما ينفعش ما فيش فهم حق المجهية ازاي بس في ناس في ناس في ناس في جي تحلولك ايه الامage زيرو حيات محق المجهية ما فيش مخزون مبيض ما فيش مخزون مبيض خالص في أسباب تانية غير احنا قلناها طبعا في أسباب كتير واحدة عملت مثلا سبعتاشر أنا شفت سبعتاشر حق المجهية وعايز تهم حاجة جديرة ما هي عملت كل حاجة في الدنيا ترتاح بقى لأنه يعني لو فيه من الأدوية اللي بتاخدها ممكن تتأثر هي نفسيا بعد كده يعني يعني لو فيه حاجة جديدة هنعملها هنعملها لغا ما فيش حاجة جديدة هيبقى نفس فهي فيه وقت لازم تنصح المريض ان هو يرتاح بقى يعني أحيانا بنقول واحد يردى بقضاء ربنا وهو ربنا فيه ناس عملت سبعتاشر وإحنا بنتكلم عن الحق المجاري القصص دايما أو الكيسز هي اللي بتفرد نفسها بتفرد نفسها القصة القصة لها قيمة ودايما اللغة الناس اللي اختلف عن لغة الأطباء لهم منطوق في المشاكل صحيح ان احنا بنحاول نحنا نطرح هذه المشكلات بطريقة معينة لكن خليني النهاردة نطرح مشكلات عديدة بس في سورة كيسز في سورة يعني روايات الكيس الأول بتقولك أنا سيدة عمري 24 سنة مهم ما قوي بقى السن وملاحظ بص أنا رجعت كل الكيس وكلهم قيلين سنهم يعني احنا عندنا 24 27 و30 و واحدة مش جايبة كيسز و38 و27 دي كل الكيس كل ده جود طب كويس يعني احنا من ناحية السن بعدها واحدة اهي 38 اهي يا سوزن ما جبتيش ساتة 24 بتقول هي متزوجها من سنة ونص لم أرزق بأطفال كانت بتعاني من قلة الدورة الشهرية قولي جوم نورية وعدم انتظامنا وكسرت شعر وكسرت سور الشعر وانتفاخ شديد في البطن وآلام في السادي فما الحل وما هي طرق العلق خلي بالكم الكيس دي مهمة في التشخيص على مستوى البطنة والنسب لان هي ممكن تيجي لدكتور بطنة بنفس العراض انتفاخ ألم في السادي شعر زيادة قولا واحدا بكتور النسبة بي سي او تكايس مبايد هيرزوت هزن وبنسبة البطنة بي سي او بي سي او برضو واخر بالحضرتك فهي دي قولا واحدا بي سي او تكايس مبايد على طول تكايس مبايد دي لها جايد لاينز مهمة جدا دي فيها نفس الاعراض بالزبط كده لازم تبقى واخد بالك كويس قوي ان هي هتعمل تحليل تاني يوم تدور عشان تؤكد تشخيص تكايس مبايد والتحليل دي خريطة هرمونية معروفة AMH FSH LH براتن E2 والتستوستيرون أندرجنز كلها والدهياء والسيكس هرمون بايند كلهم لازم يتعاملوا تاني يوم الدور بعد كده بنتأكد ان التشخيص ده مظبوط وهو تكايس مبايد بنبدأ نتعامل معاه بالجايد لاينز اللي هو إنها لازم تاخد ميتفورمن 16 أسبوع زي بلوكوفاج ويسير كلام ده ولازم تقلل وزنها 10% لازم ترعب إيرادة كل يوم نصف ساعة 30 ديار كل يوم أو 250 ديار كل أسبوع ولازم تاخد أدوية تنظم لها الدورة الشهرية في أدوية كتير غير هرمونية وفي أدوية هرمونية كل حالة على حسب حالتها فده ده حيات كايس مبايد تختلف بقى العلاج لو كانت أينسة أو لو كانت متزوجة لو كانت أينسة لاها علاج ولو كانت متزوجة زي الحالة اللي معنا بتاخد أول تنشيط بقاراس لمدة 3 شهور ما كانش بتاخد أقراس مع حقن لـ 3 شهور تانين ما كانش بتزود الحقن بقى حقن بس 3 شهور يعني 9 شهور تنشيط ده البيوتوكول بتاعها ما حملتش بترجى بعد كرة الترقاح الصناعي ما حملش بترقاح الصناعي بتعمل حقنة مجهة. ده باختصار شديد موضوع التكاسب تاعة الحالة دي. اه بتاع الحالة دي. اه. برضو التكاسب ببايد حجم انتشاره قد دي لانه. هو الحقيقة الحقيقة بقى منتشر جدا. نظرا العادات السريعة في الاكر. اه. بقى. زاد. يعني هو اساسا كان منتشر. كان منتشر بس زاد او في البنات اللي هما للاستخدامات العادات الخاطئة في الوجبات السريعة. مش عايز يسمى اسامي يعني. لكن كل الوجبات اللي هي الفاست فودز يعني. كلها مليانة هرمونات. كلها مليانة استروجينز. فدي بتزود جدا. انتعرف حراكة الكاسب موضوع هايبر استروجينيميا. يعني يعني. يعني هايبر اندروجينيميا. فكل الوجبات السريعة فيها اندروجينو. فيها استروجين. بيزود جدا. كمان الفراخ. يعني الموضوع ده مصير عليه جدا. الاكثار من الفراخ البيضى. والهوت دوغز والوجبات السريعة. الحاجات اللي فيها هرمونات. الحاجات اللي فيها هرمونات جدا. والشيبسيات والكلامنا كله. اللي هما عايشين عليها كل البنات اللي بيشتغلوا حتى. في الشغل طول النهار اللي عاديين بيشتغلوا. وبيأخذوا حاجات مني. دي كاسة كبرى. الحالة التانية بتقول انها حامل عمرها سبع عاشين سنة. واجهضت من اربع شهور. بسبب الحامل خارج الرحم. هي دي كتي حامل. بس هي من اربع شهور. اجهضت. بسبب اكتوبك بريجنسي. ازاي يعرف ازا كان حامل خارج الرحم او داخله. اه ده سؤال مهم جدا حضرتك. ازاي يعرف ازا كان حاملة خارج الرحم او هيبقى خارج الرحم. ده من اول زيارة. عرف اتنا حامل بتعمل تحليل كونتيته في بيتا اتشي سي جي. تحليل حاملة رقمه وتعيده بعد 48 ساعة. ازا الهرمون الدبل هي بتطمن جدا مش هيكون خارج الرحم. او لو معدل الزيادة بعد 48 ساعة 66 في المية فيه ما فوق. بتطمن ان شاء الله ما يكونش خارج الرحم. اقلية من 66 في المية او ستشنر او سبت زي ما هو او بي ال. يبقى هنا فيه مشكلة. طب نفصلها اكتر. يعني انا انا عملت الترا ساوند ما لقيتش الجستشنة ساكة او كيس الحاملة جوه رحم. والهرمون ما زادش بالطريقة انا عايزها. بس بشرط ان انا ما شوفش كيس الحاملة جوه رحم. افكر اعطوه في الحاملة الخارج الرحم. الحاملة الخارج الرحم بيبقى غالبا تسعين في المية في قناة فلوب. نتيجة الالتهابات او صفة تشريحية مش مزبوطة. هنا في الفيديو بيبين يعني جدا ازاي بيحصل. الحاملة بيجرى عشان يلقح البوايدة في قناة فلوب. اه. والمفروض بعد كده ان هو بعد ما يلقح البوايدة يرجع بيها تاني. مسافة لمدة خمس ايام عشان يخش ينغمس فيه تجويف الرحم. قناة فلوب هي المكان الرئيسي للحاملة الخارج الرحم. وبالتالي بقدر اعرف بالسنار سناء الابعاد او سلاسة الابعاد او بالدوبلا الحاملة الخارج الرحم فين بالزبط. وقدر اتعامل معها بسرعة جدا. احيانا من غير ما اصهر على قناة فلوب. واحيانا بستاصل قناة فلوب. على حسب هي اتهتكت فيه نزيف داخلي. العيانة استيبول. العيانة انستيبول. يعني العيانة هيموديناميكا الاستيبول ولا لقا. يعني التحليم بتاعتها كويسة. مجلوبينها كويسة. ما انا زيفيتش كتير. هقدر اتعامل مع قناة فلوب. واخش بالمنظر. واشير الحاملة الخارج الرحم. وحافظ على قناة فلوب. ده عيانا مش مزبوطة او دخلة في شك او دخلة في صدمة او غيبوبة. لازم اخش بسرعة واقفل قناة فلوب. واقفل الشران اللي بيرازيها وممكن استعاصلها واعتمد على قناة تانية. يا جماعة يا حامل اللي خارج الرحم ده يعني انت عندك بويضة وحيوان المنوي. عريس وعروس. المفروض هيعمله فرح في قاعة فرح. لازم يعودوا في كوشة اللي هي الرحم. يدخلوا يعودوا في قاعة الفرح جوه. لو انت جيت لقيت عريس وعروسة مخوهم خفيف شوية. قاعدين في الجراج العربيات. احسن بس. عملين حفلة بتاعتهم قاعدين في المدخل بتاع الفندو قاعدين. طب يا جماعة تقول قدوا عوضوا في القاعة يا بتت. قاعدين هم. والناس طب ما انت كده ما انت باز الفرح. باز الفرحة. اه. طب الزبط لنا انت اشبيخ دقيق جدا. كمان الحامل الخارج الرحم مش فقان فلوب بس. ممكن يحصل في الميبيا قد. مش ما يعودوا بقى في الممرة المتاع. من عضف البريطنية من مدخل العمارة بطا عضف اي حتى هم مش عايزين يروح عضف القاعة في مشكلة مع الام بس هو لازم يكون الدكتور ميندد بالحمل الخارج الرحم عشان يشخصه لازم يكون هو بيكشف على حالة اول مرة واعي عايف ان هيبص على ايه بالزبط ويستبعد ايه بالزبط حالة اللي جاية بقى حالة مؤقتة شوية بتقولك ان عمري 30 سنة متزوجة من 5 سنوات حملت مرتين قبل كده وعلى الشهر ونص يوقف النبض ويحصل ايه حد هو سبب ايه وزاية جنب ده طبعا مش زاية جنب ده ده رعب دي سرومبوفيلي على طول دكتور ايه سرومبوفيلي اللي هي بنسمىها في اللغة الطبية العوامل اللي بتزيد تجلط الدم في الاوياء دموية انتيفوسفوليب السندوق لها دي طبعا عشان فغالبا هتطلع موجب اللي هي التحاليل بتاعة حالة معينة في السيستيمي كلوبس يوجد جلطات في مثالين دكتوريز في تحاليل صوفيستيكيتد جدا بتشخيص الحالة دي ولما بتتشخص بتتعالج كويس جدا بس العلاج مش ان انا ادي حقن سيولة وخلاص او اسبيين وخلاص لا هو لازم حقن السيولة هتتاخد بنوع معين بتركيز معين بمدة معينة طول الحملة يبقى تأخر الانجاب ويبقى هذه المشاكل زي ما نقولنا مشاكل حيوية مهمة جدا تحتاج الى الكثير من التطقيق ضيف العزيز لسوس الدكتور عدى ابو الحسن واستشاري الحق المجاري واطفال نبيب وصاحب دكتور امراض النساء والتوليد والعقم عند الزوجين وزميل جامعة كيل المناظير والجلحات الميكروسكوبية بألماني وعضو الجامعية الامريكية للخصوبة والعقم كان في الدكتور خليكو دايمة مع دكتور